أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه أن الرئيسة والقيادة والحكومة تتابع مع الدول الشقيقة والصديقة وقف العدوان الإسرائيلي على جنين إسرائيل صباح اليوم ارتكبت جريمة جديدة في مخيم جنين سقط خلالها حتى اللحظة خمسة شهداء وشهيد في رامالله وعشرات الجرحة وتم تدمير البنية التحتية ومنتلكات المواطنين الأبرياء إن الذي يجري هو محاولة جديدة لإزالة المخيم عن الوجود وتهجير أهله إن جنين البطلة ومخيمها العنيد الصامد عصي على الاحتلال وغزواته مثلها مثل بقية مدننا وقرانا ومخيماتنا إن شعبنا البطل سوف يتصدى لهذا العدوان الذي يجري تحت أبصار وعين المجتمع الدولي حيث الأبرياء يقصفون بالطائرات ولن يركع شعبنا ولن يستسلم وسنبقى في مواجهة إلى أن يزول هذا الاحتلال المجرم إن الجرائم في جينين ونابلس وغزة لن تجلب الأمن لإسرائيل ما دام يعتدي على شعبنا ويعمل ضد عجلة التاريخ